بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا وحقك يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي كأن كل اللي شافوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة قالوا فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي بعد ساعات إحنا عن احتفل ببداية عام هجر جديد ودايما البدايات بتبقى مليئة بالأنوار وبالأسرار لأنها بتبقى حديثة عهد بربها يعني إيه حديثة عهد بربها؟ يعني مشحونة بالنور وبالنعم وبالمدد من عند الله سبحانه وتعالى وما فيش أجمل من بداية تجدد قلوبنا بشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى وإشعرنا بأن الحياة فيها جنة وفيها نعيم اسمه نعيم الحياة وكمان يبقى فيه قوت لقلوبنا وهو الهداية ويتقسم لنا كمان مدد من ربنا وعطية من ربنا وكمان يحصل لنا وصل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لازم أقول لكم حاجة إحنا في أوقات كتيرة بنمحترين إزاي نربط أولادنا بالدين؟ أكبر باب ممكن تربط أولادك بيه بالدين هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جمال حضرة النبي وحياة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولزاك إحنا في الحلقة النهاردة هنقدم حاجة جديدة هنقدم طريقة جديدة إزاي نعيش مع أولادنا سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لإني في كتير من الأحيين احنا بنقدم السيرة بطريقة ما تساعدش أولادنا على إنهم يدبنوا وإحنا في الحلقات يوم الاتنين دايما عايشين بمبدأ يلا نبني يلا نبني أولادنا يلا نبني مستقبلنا وعشان كده أسوأ حاجة ممكن نتعامل بيها مع السيرة مع سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي إن احنا نتعامل مع السيرة على إنها أحداث بنحكيها إنها أحداث تاريخية بنحكيها فتبقى حكي لا يا سيدي أحداث السيرة جزء من حكاية الحب حكاية حب حضرة النبي فالسيرة أنا أسميها سيرة الحب سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة الحب كله سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعشان كده كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم والله وعشان كده إحنا ببساطة عايزين نتعامل مع السيرة بطريقة مختلفة إن السيرة مش للحك ولكن السيرة هي للسير فالسيرة بتكشف لنا عن مسيرة نظل فيها مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فالسيرة حكاية سير مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نمشي خلف النبي كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني فإحنا السيرة بتساعدنا إن إحنا نتبع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان لازم نربع أولادنا على ده فلازم وإحنا مش بقى بنحكي مع أولادنا السيرة وإحنا بنعيش مع أولادنا السيرة فتعالوا نعيش نموذج الهجرة وأكتر حاجة ممكن تخلي أولادنا يفهموا سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إن هم يتعاملوا مع الهجرة ويتعاملوا مع السيرة دايماً على إنها نموذج فالهجرة نموذج حياتي نموذج حياتي فيه الإنسان بيتطور الهجرة ما كانتش انتقال من مكان إلى مكان فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ما زالت الهجرة مفهوم واسع فلازم نربي أولادنا ده فالهجرة ما كانتش انتقال من مكان إلى مكان كانت الهجرة انتقال من ضيق زوتنا إلى سعة الرحمن سبحانه وتعالى إزاي؟ إن احنا ندخل في معيهة مولانا سبحانه وتعالى وده اللي خلى سيد بنعطان لاسكندري وهو بيتكلم على هجرة الإنسان في الحياة وتطوير حياته وترقية حياته مع الله يستشهد بحديث إنما الأعمال بالنياية وإنما لكل مريء منه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله آه الهجرة جتها هي فهجرته إلى الله ورسوله فإحنا لازم نربي أولادنا على هذا المفهوم على إن مفهوم الهجرة ما زال مفهوم متجد وإزايك حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع مركز مفهوم الهجرة في قوله لسيدنا أوبكر ما ظنك بثنين الله ثالث هما يبقى معيتي الله هي مركز فكرة الهجرة يبقى حضرة النبي ما كانش هربان حضرة النبي ما كانش بيهرب من مكة ولكن حضرة النبي كان يطلب أن يبقى في حضرة الله فحضرة النبي في الإجراء علمنا مفهوم الوسع بيخرج من ضيق الناس ضيق صدور أهل مكة إلى ساعة رحمة رب العالمين ولذلك ما كانش فيه تعبير عن الوسع اللي حصل في المدينة غير إن المدينة تسمى بالمدينة منورة النور بيوسع فالله سبحانه وتعالى خل حياتنا مليئة بمدد الله فتعلمنا إن المظلومية وهم وإن المظلومية عجز فحضرة النبي قال لنا ما تعيشوش بالمظلومية النهاردة عنا أقدم نموذج لأولادنا يفهموا من خلاله إزاي إن الهجرة مش مجرد حدث ولكن الهجرة حياة الهجرة نموذج عيش النموذج ده بيقول إيه بيقول لنا إحنا عندنا سبع مشاهد في كل مشهد فيه قيمة كل مشهد بيقلينا قيمة في مجال من مجالات حياتنا المشهد الأول اختيار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبو بكر يكون رفيقا له في الهجرة سيدنا أبو بكر في شوية صفات سيدنا أبو بكر كتوم سيدنا أبو بكر كتوم سيدنا أبو بكر محبش كتر الكلام خالص سيدنا أبو بكر كتوم سيدنا أبو بكر صادق لدرجة أنه بقى اسمه الصديق سيدنا أبو بكر حبيب لحضرة النبي يبقى إيه اللي حاصل ولذلك لما سألوه من أحب الرجال إليك قال أبو بكر أو قال أبوها للسيدة عائشة يبقى اختيار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا حسن الاختيار كل مهمة لها شخص هو الأحسن فيه فلازم نغرس في أولادنا ولعلم أولادنا قيمة حسن الاختيار يعرفوا أن طول الوقت بنختار احنا طول الوقت أنا وبكلمكم دلوقتي قاعد بختار ما بين الكلمات هم وراحين لمدرستهم بيختاروا اللبس هم وبيتكلموا مع أستاذهم بيختاروا الكلام هم وبيتكلموا مع بعض وبيتنقشوا في أي شيء علمي أو حتى هم وبيكتبوا بوست على صفحتهم بيختار فلازم نتعلم حسن الاختيار ومن الحفاظ على كرامتنا أننا نختار ما يتناسب مع تكريم الله لنا فقبل ما نختار لازم نختار بتلت معايير علم أولادنا لأي حاجة تختارها اختارها لأكتر رحمة لأكتر خير لأكتر جمال ثلاث معايير الرحمة والخير والجمال فمن حسن الاختيار مثلا ما نستهلكش أوقاتنا وطاقتنا على التليفون على اللعبة على التليفون لأنه ده خلاف الرحمة بزواتنا خلاف الرحمة بزواتنا بعنينا بجسدنا احنا محتاجين نقسم وقتنا عشان نقدر نعطي لكل ذي حقا حقا المشهد التاني يبقى هو ده ربنا مثال يبقى أنا ماستهلكش حياتي قدام التليفون مشهد التاني مشهد أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم ترك سيدنا عليه كرم الله وجهه عشان يرد الأمانات وهنا نتعلم قيمة مهمة جدا جدا يبقى أول حاجة أعلم ابني أي حاجة لو أنت حتى عايز تقعد تتفرج على البرنامج معايا لازم يكون عندك حسن اختيار تختار المكان وتختار الطريقة وتختارها تكتب ورايا ولا لأ يبقى أول حاجة حسن الاختيار تاني حاجة أنت وقاعد مفيش حاجة تبقى تقيل عليك في حضرة النبي علمنا ترك سيدنا علي عشان يتخفف من الأعباء ويرد الأمانات للناس فلذلك يتعلم الإنسان قيمة عايز توصل لمرادك بسرعة وما تبقاش في معوقات وتتحرك بخفة تخفف من الأعباء والأمانات للناس اللي حواليك فنعلم أولادنا أن من أهم سعبه بالتخفف عن الأعباء هو الاعتذار إيه اللي حاصل؟ ما تبقاش أنت شاي الهم اللي حصل بينك وبين الناس ولكن نعلمهم أن الاعتذار من شئ من رجال الكبار فنعلمهم أن الاعتذار دي فضيلة وأن الاعتذار ده بيخلي الإنسان يحافظ على حقوق الناس وعشان كده إذا كنا عايزين نحافظ على حقوق الناس ممكن نحافظ عليها بأشكال كتيرة منها مثلا أن احنا نحافظ على أسرار الناس مثلا ومن نتعداش على خصوصيتهم زي أننا مثلا قبل ما ننشر صورة الحد على السوشيال ميديا مثلا نستأذنه على سبيل المسال زي أننا نحافظ مثلا على أعراض الناس وسمعتهم فمش أي خبر ننشره لأنه ده نوع من أنواع ماذا تحميل الناس أعباء احنا عايزين تحميل نفسي أعباء أنا مش محتاج له ليه أخاطر بأننا أنشر صورة حد ممكن هو يتأذى فعشان كده إلا حاصل تاني درس بنتعلمه نتخفف من الأعباء نتخفف من حقوق الناس المشهد التالت عندنا مشهد الكفار وهم وقفين على باب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم منتظرين خروجه والله سبحانه وتعالى بيقولنا في مشهد ضراء واجعلنا من بين أيديهم سدة ومن خلفهم سدة فاغشيناهم فهم لا يبصرون فالمشهد ده بيعلمنا قيمة مهمة جدا جدا مش هيقدر الإنسان يترقى ولا يخرج من الديء إلى الساعة إلا بالمبادرة حضرة النبي ما فضلش قاعد جوه بيفكر لكن بادر وخرج فلازم تتعلم المبادرة والمواجهة إنك تبادر وتواجه فإن الجبار سبحانه وتعالى يجبر خاطر ويسترك عند المخاطر ربنا هيجبر خاطرك ويسترك عند المخاطر فاغشيناهم فهم لا يبصرون فلازم يتعلم شوية جرأ فالله سبحانه وتعالى يجعلك ماذا؟ تمر في وسط المخاطر ولا تراك المخاطر فجميل إن في أوقات الأزمات نعلم أولادنا المبادرة فمثلا لو فيه أزمة أو مشكلة ما فيش مانع إذا كانت المشكلة دي في محيط الأسرة لو حد من أولادك عنده فكرة لحلها اسمعوا وطوروا الفكرة دي لما يتعود إن هو يبادر بفكرة أو بحل بسيط ويتعلم المسؤولية ويتعلم شجاعة التصريح برأيه وإنت كمان تساعده على ده إيه لا يحصل؟ هيبقى عنده قيمة المبادرة ويخرج من شعور العجز والمظلومية إلى شعور ماذا؟ إلى شعور الشجاعة والمسؤولية فكمان ده مشهد مهم جداً بيعلمنا قيمة المبادرة المشهد الرابع عندنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اختار عبدالله بن قريق وبعد كده صار في طريق غير معتاد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش رحالة ما بين المكة والمدينة بس اختار إن هو يرفع قيمة هنا مهمة جداً جداً ويقيمة التجريب وتشجيع الابتكار فإيه اللي حاصل؟ فلما اختار الطريق غير معتاد مش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وراء الدليل فعلمنا إن احنا نرفع قيمة التجديد والابتكار فأوقات أولادنا كتير بيكون عندهم فكرة أو نفسهم يجربوا حاجة معينة فبنحبطهم بعدم ثقتنا فيهم لا شجعوا أولادكم على التجريب حضرة النبي شجع شجع عبدالله بن قريق على إنه يجرب حاجة جديدة يجرب طريق جديد وخليكم في ظهرهم ولاحظ مولهم ومهاراتهم ومشجعهم إنهم يستثمروها المشهد الخامس يبقى عندنا قيمة مهمة جداً جداً اسمها قيمة التجريب والابتكار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في المشهد السادس مع سيدنا أبو بكر في الغار لدرجة إن سيدنا أبو بكر بيقول لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم إنه نظر أحدهم تحت قدميه دي رأانا هو أكيد حد نظر تحت قدميه بس ما شوفوكم ليه؟ لأن الله تجلى عليكم باسمه فأغشانهم فهم لا يبصرون وتجلى عليكم بجمال صفاته سبحانه وتعالى اللي هو جمال إيه بقى؟ لما قالوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك بثنين الله ثلاثهما؟ إن الله يلبسهم بقى يلبسهم سوب إيه؟ سوب لا تدركوا الأبصار فمش تشوفنا ولذلك القرآن يسطر ده إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يبا حضرة النبي بيعلمنا قيمة مهمة جداً قيمة اليقين من مدد الله سبحانه وتعالى فكل الناس اللي ارتقوا كان عندهم اليقين من مدد الله إننا لمدركون قال كلا إن معي يا ربي ساهدين فتبقى عندك يقين من مدد الله وكل الناس اللي عجزوا على فكرة واحبطوا تركوا مدد الله سبحانه وتعالى وإذلك من أهم دوايا عن ثقة أولادنا في زواتهم هو ثقتهم في ربنا وإحنا ننشأهم على إن في علاقة خاصة ما بينهم ومن بين ربنا دايما نخليهم عارفين إن ربنا سبحانه وتعالى ما تركهمش لا اتركهم ما ودعك ربك وما قاله ربنا سبحانه وتعالى ما بيسيبهمش وإن ربنا سبحانه وتعالى بيحبهم وإن ربنا بيمدهم بمدده دائماً وهو معكم أينما كنتم رأي أتركك ولازم تتأقم من ده أليس الله بكافٍ عبده وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد السادس بيه مع سراق حضرت النبي صلى الله عليه وسلم سمحه وتغاضى عنه علشان يعلمه إن المنتقم لا يستطيع أن يحيى برحة بال لا يحيى بحق إلا المتغاضي المسامح فكانت القيمة السادسة هي قيمة المسامحة والتغاضي فنعلم أولادنا إن الشخص المتزن إيه اللي يحصل ما يقفش للناس على الوحدة وخير الناس هم اللي عارفين عن الناس وفي نفس الوقت بيتغاضوا وما يقفوهمش وما يقزوهمش المشهد الأخير بقى وبيجيب لنا القيمة الأخيرة قيمة طلع البدر علينا واللي بتعلمنا الفرح بنعمة ربنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى زي ما فرحنا بقدوم النور الفرح بقدوم الحبيب صلى الله عليه وسلم حبيب الغفور سبحانه وتعالى أصل النور حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فالفرح بالنعمة ركن من أركان التزان الشخصية وركن من أركان النعمة والنعيم في الحياة فيه نعيم في الحياة بنحسه لما نفرح بالنعمة وعشان كده القيم السابع بقى تعالوا نقرها ببساطة كده نقول لكم السابع قيم وارا بعد كده أول قيمة قيمة حسن الاختيار ممكن نعملها عشان نوصل لهذا الأمر أول حاجة اقرأوا مع أولادكم أحداث السيرة من كتاب من كتب السيرة بس بيكون بيتكلم عن السيرة بالنمزاجة اللي أنا قلت لكم عليها دي وفكروا مع أولادكم أي اللي ممكن يخدوا من السيرة ويبتدوا يعيشوا بيه من النهاردة في حياته علموا أولادكم النموذج اللي تكلمنا عليه النهاردة النموذج السباعي ده بالقيم السبعة دي وخلهم يختاروا ثلاث قيم يجربوها ويحددوا الخطوات اللي ممكن يعيشوا بيها الإجراء المهمة كمان املوا بيتكم بنور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة وجمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وحب حضرة النبي ويريد تخصصوا مجلس للصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في بداية السنة الجديدة وانشدوا واذكروا محاسن حضرة النبي ووسعوا على أهلكم على أهل بيتكم ودخلوا على قلوبهم السرور والمحبة عشان يفضلوا سعداء بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يا سادة صفحتنا على الفيسبوك صفحة بالنمج ولا تعسروا اللي دايماً بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة ودايماً نكون معكم فيها ودايماً بنكون معكم فيها على تواصل النموذج ده أنا محتاج أن أنتم تتكلموا أولادكم عنه وتبعتهن نشوف هتعملوا إيه ونشوف كمان إزاي هيكون النموذج ده فعال في حياتنا وخاصة مع بداية السنة الجديدة سنة نور وبركة عليكم يا رب اجعل حياتنا كلها منورة بأنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتبقى مش بس المدينة هي اللي بقت من منورة كل مكان ممكن ينزل في النور زي قلوبنا يكون منور بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم معنا؟ معنا مين؟ أستاذ الشام يتفضل عليكم السلام عليكم عبد الشيخ عليكم السلام عليكم وحمد كاتب وزاكة أستاذ الشام الحمد لله عم الشيخ منور الشيخ الله يحزك حسيدي بقول لك عم الشيخ معلش في سؤالين بس عم الشيخ ممكن أسألهم بتعمل ايه ساذ الشام السامة سؤالين بس عم الشيخ ممكن أسألهم معلش اتفضل سؤاليني السؤال الأولاني في عم الشيخ دوقتي سؤالي عم الشيخ أنا عارف في فترة كبيرة جدا كنت بصلي ومنتزم في الصلاة بعد كده ربنا كرامي ترك أحلام أول حال حلمت منور ربنا ثاني حلمت بالجنة والنار ثالث حلمت اللي أنا وقم بالشيخ وبقرأ قرأ قرأ بعد كده عم الشيخ إيه عندما دخلت الجيش بطلت الصلاة جت بعد كده بقى إيه ما بيش أصلي الصلاة عدت إيه مثلا أعطيه برجع لربنا أصلي مثلا كم يوم كده وبعد كده أبطل الصلاة تاني طيب السؤال الثاني أقول لحضريك ده السؤال الأولاني السؤال الثاني السؤال الثاني عم الشيخ كنت أخد فلوس من واحد من عائل دمائل وقم بالجيش وبعد كده إيه ما دخلوهش صراحة بس أنا مش أعرف ده وقت في المكان أعمليه عشان أدله الدين بتاعه هجاوب على السؤالين بتوع حضرتك يا أستاذ الشام كمان الله برج لك عم الشيخ السؤال الأولاني يا أستاذ الشام يبدو إن إحنا شويتين ثلاثة بنعاني من إن إحنا حاسين بظلم وحاسين إن الحياة ده يقع علينا فالأحلام الثلاثة اللي جات لنا بتنقلنا من إحساسنا بدقنا إحنا الشخصي إلى الإحساس بإن إحنا ناس مختلفين مختلفين والأحساس ديت ممكن تتوصل بعض الناس إنهم لما يشوفوا الرؤى دي في بعضهم بيحسوا إنه هو ساعات يبقى المهدي وساعات يحس إنه هو ربنا سبحانه وتعالى جعله في حتة مختلفة عن كل البشر ما تصدقش ده وارجع استغفر ربنا سبحانه وتعالى وارجع تاني صلي صلاتك ليه طيب؟ لإن الاستمرار هو اللي بيعطي معنى للحياة التوقف عن العمل التوقف عن علاقتنا بالناس الإحساس بالمظلومية اللي تخلينا عجزة مش هو ده الحل في الحياة الحل إن إحنا نستمر الله سبحانه وتعالى يحب من العمل أدوامه وإن قل زي ما أرشدنا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ارجع صلي وما يهمكش اللي حصل لك في حياتك وحاول تعالج مشكلتك وحدة وحدة الاستمرار في معالجة المشكلات هو ده الحل لمسألة المدومة على الصلاة وما تنتظرش إن حد يساعدك مش لإن الناس وحشين لإن في طبيعة الأشياء أنت لازم تكتهد في حياتك مش لازم تلاقي حد بيساعدك عشان أنت تمشي في حياتك لكن خد المبادرة وإحنا لسه مكلمين عن إن حضرت النبي علمنا أنها هاخد المبادرة خد المبادرة وانطلق في حياتك وإن شاء الله ربنا هيكرمك السؤال الثاني الفلوس اللي ليه صاحبك عليه اسأل فإذا سألت عليه وما لقيتش حد تصدق بهذا الفلوس على نيته ولكن إذا أنت بعد ما أعدت فترة طويلة تدور عليه اعمل كده تصدق بهذا الأمال أو بهذا القدر على نيته ثم بعد ذلك إلي حاصل لو رجع هنشوف لو رجع هترجع له فلوس دي طب تعمل إيه؟ تعمل زي ما قلت لك كده عشان أمواله ما زالت موجودة أنت إبذل موجود عشان توصل إليه أستاذ صحر تتفضل سلام عليكم عليكم أستاذ محتكاته أستاذ صحر سلام عليكم أستاذ صحر فضل ونعمة الحمد لله آآ أنا عندي سؤال اتفضلي آآ أنا آآ أنا من الزواجة من راجل من كود قبل كده ومعاه أولاد طيب آآ طبعا بعد فترة الثلاثة وعشرين كانت كان عندي يظلموا كلام الزموية وكده والحاجات أن نطلع ما أخدش حاجة من ولدهم فأقلبوا تأليفة أنني والدهم الرابر الكبير في السن بيأخذني الودين الساحر ويعاريني لي والحاجات دي والكلام ده كله فطبعا إحنا بقلنا دوقتي في ثلاث سنين ملناش علاقة بيهم أو لده أخو أو بأخو فكل من يكلموا أقولك سامحوهم سامحوهم هل أنني من حق أنا مفروبني سامح الناس استهموني بحاجة أنا وجوزهم أعملناش ما عليش أسان الساحر أخر جوزي بس أنت دلوقتي بتقول أن أخو زوج حضرتك مش كده ابني زوج حضرتك ابني زوج حضرتك بيأخد الأولاد وهو لي في شغر السحر صح كده ده بقول علي أنا ووالده آه بيقول أنت ووالده عاملين له سحر هو له للعائلة والكلام ده كله وإن إحنا عملنا الولد شاب عشان عمل حدثة ومثل حدثة والكلام ده كله طيب حضرتك بتقولي بقى هل أنت من حقك أن أنت تمتنع عن الصلة بيه ولا إيه؟ إحنا مستوى أنا ممتنع عن الصلة بيه بوله هاي طيب فحضرتك بتقولي يوم بده وقت بيطلبوا مني أن أنا سامح آه فحضرتك بتقولي هل لي أن أنا ما سامحهمش؟ أي طيب أقول لحضرتك أجاوبها لحضرتك على طول أستاذ صحر يعني أنا ما بقدرش وأنا في الفتاوى أقتصر فقط على فكرة أن أنا ما حللش اللي بسمعه أنا شايف أستاذ صحر أن حضرتك حتى وإن كان مرة 23 سنة ومعنى كده أن الجواز يعني إحنا بنتكلم في أن سننا دلوقتي يعني سن المفروض يكون محل حكمة فلازم نختار لنفسنا الأوسع ثوابا آه أنت ممكن ما تسمحيش حد بس إيه اللي انت فعت بيه؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ما تحبيش أن ربنا يغفرك؟ يعني هل إحنا في وقت ولا في عمر ولا في حياة تسمح لنا أن إحنا ما نسمحش وإحنا في أمسل حاجة لبركة ربنا سبحانه وتعالى وإن إحنا نكون أهدى وإن إحنا نكون أحكم أنا شايف أن التسامح من أكتر علامات حكمة الإنسان فأنا رأيي أنت ممكن تعملي كده بس ده هيسبب لك ثلاث مشكلات أساسية هيسبب لك مشكلة في علاقتك بزوجك لأن حتى لو أن الولد ده موقف وزوجك منه موقف سيء لكن هو برضه هيحب أن أنت تكوني أنت حمامة السلام بينه وبين ابنه ده واحد حاجة تانية والمهمة وده شيء مهم جدا 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 بيفضل رجالة يقولك دي ست طيبة دي طول الوقت عايزة تصلح بيني وبين ابني الحاجة تانية اللي ممكن بتحصل لك إذا أنت ما سمحتيش وفضلت على ده أن أنت أنت بتتضغطي بتحس أن في حاجات ممكن تفتح عليكي باب الراحة وإنت مش مرتاحة التسامح بيريح البناء آدم زي التخفف من أعباء الناس بيريح البناء آدم التسامح كمان بيريح قلب الإنسان فهتتظلم وضغوطة الحاجة التالتة والمهمة هتفوتي سباب عظيم عليك ده واحد دخل الجنة بس عشان كم يسمح الناس فأنا رأي أن أنت آه ممكن ما تسمحيش بس أنا شايف أنه إن إحنا كلنا في أمس الحاجة كلنا كلنا مش حضرك بس كلنا في أمس الحاجة لأن إحنا ربنا سبحانه وتعالى يفرج عننا ويبرك لنا ويخلينا في أحسن حال خلينا أقول لحضرتك حاجة كمان ومن صوت حضرتك أنا بقول لحضرتك الصوت نفسه بيقول لي أن أنت حضرتك في ضغط كتير ولازم تبعيدي عن مساحات الاكتئاب ما تروحيش لمساحة الاكتئاب دلوقتي خالص للمساحات الاكتئاب لو رحت لها مش هتكون أحسن حاجة في الوقتي ده حتى ولو كان مساحة الاكتئاب ده بأن أنا أحس أن فيه صراع بيني وبين حد وأن أنا لازم أنتقم أو لازم أخذ حقي تالت متالت لا 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 هدي نفسك هدي نفسك وحاولي تخرجي من هذه المساحة لأنها مساحة خطرة يا سادة لسا مستمرين مع أسئلاتكم ومبركة اللي بتفتح لنا بب جديد من الوسط مع الله سبحانه وتعالى كل ده هيكون ولكن بعد الفصل بعد الفصل جاءنا لحضراتكم ومعنا أسئلاتكم ومبركة ومعنا سيدة ممليكة السلام عليكم وعليكم السلام ورح تطلق بركاته نعم وفضل الحمد لله أنا بعيز حضرتك جدا وبحث لي مع جدا الله يرضى عنكم ومبارك فيك ممكن تعالي صوتك شوية ممليكة طيب ربنا إن شاء الله يجمع لك من تمام الأجر والعافية يا رب اللهم أمين فأنا قبل ما أبتدي أخذ خطوات العلاق كان دايما معي حالة عدم رضا هو ربنا يسمحني ربنا بيعمل فينا كده الناس كلها وحدة تصرفتها وحدة كنت حسنة بحالة عدم رضا وكنت بحسن برمي اللي هو معا ربنا على ما إنه معا نفسنا الخير كله فأنا كده علينا جامع آه يعني فيما سبق ولا فيما هو حالي لا فيما سبق فيما سبق أنا هقول لحضرتك فيه سؤال تاني أعمل إيه إني أحاول ما أفكرش بالطريقة دي تاني كلام كويس جدا جدا يعني إزاي نسبة على حنة من الرضا اللي عندنا دلوقتي والتسليم لله صح كده طيب أم ماليكة بس فيه سؤال تاني أحضر الله حضرتك ربيني يحفظك إن شاء الله يجمع لك بأن تمام الأجر والعافية بص حضرتك اللي فات ده النوعين النوع الأولاني إن إحنا نكون بنعمل الكلام ده وإحنا أصلا تحت إطار الصدمة وإحنا مش قادرين نملك نفسنا فخلاص لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كلم المرأة قال لها اتق الله يا امرأة اسبر يا امرأة لما رجعت له ما قالهاش على عقاب على اللي هي عملته لأنها كانت مصنومة بس علمها إنما الصبر عند الصدمة الأولى فإذا إحنا عملنا الكلام ده وإحنا ما كان نشاء وكان عندنا حالة من حالات الصدمة نحسب إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل دوة إن شاء الله في عفو طيب إذا كنا عملنا الكلام ده متعمدين بقى وحصل لنا كل هذه الفتنة وحصل لنا وتبنى إلى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قال لو جئتني بقراب الأرض خطايا جئتك بقرابها مغفرة ثم غفرت لك ولا أبالي إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى غفر هذا تبنى إلى الله وعزمنا على ألا نعود إلى معصية أبدا الحمد لله الحمد لله على اللي إحنا فيه إزاي بقى أفضل أنا في الرضا أنا مش أقول لحضرك زي ما بعض الناس بيقولوا للناس إن الرضاكي أو عدم الرضاكي مش هيغارة من الواقع لا أنا بقولك إن الرضاكي هيخليك تشوف الدنيا أوسع أوسع من هذا الجزء اللي انت شايفاه إن انت تحرمت فيه من الرزق زي رزق الصحة مثلا أنت ما تحرمتيش بس ربنا سبحانه وتعالى فتح لك باب مهم جدا اسمه باب الدعوة المستجابة يعني أنت وفي الحالة دي أنت قريبة من الله فدعي كما شئتي أنت هتبتدي تشوفي حياتك بطريقة مختلفة خالص إن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يجمع لك كل الحاجات اللي أنت كنت بتعيشيها في سنوات طويلة في دقائق قليلة بس لما تشوفي بنور الله لما تشوفي بكرم الله لما تشوفي إن ربنا ممنعكيش هو ربنا فتح لك أبواب تانية فأبواب تانية دي أنت بحتاجة تكتشفيها لازم تتدرابي على ده لازم تتدرابي على إن ربنا سبحانه وتعالى إيه الأبواب اللي بيوريكي فيها الحياة ممكن تشوفي من باب الحكمة وما يؤتى الحكمة فقد قوتي يا خيرا كثيرا ومن الحكمة اللي أنت قلت الكلام اللي أنت قلتيه دلوقتي أنت قلت إيه أنا إزاي أثبت على الرضا اللي أنا فيه دي حكمة فلذلك الله سبحانه وتعالى هتجي نفسك أهدأ وبطلت عصبية وحتجي دي أشياء كتيرة أباب كتيرة من الخير ربنا فتحها عليكي فاستثمريها إزاي تستثمريها أول حاجة أن اللي عندك ده حاولي طول الوقت تعيشيه وتدوقي حلوته وتبتدي تشوفي حياتك من خلاله تاني حاجة وده شيء مهم جدا غيري بالنمج حياتك لكي تستثمري فيه نعمة ربنا اللي أنا عم عليكي بالحكمة وبالتسليم وبالرضا حتى أدخلتي أن أنت تساعد الناس اللي زيك إزاي يوصلوا إلى درجة الرضا حاجة الثالثة كمان المهمة جدا جدا أن أنت لا تتوقفي أبدا عن ذكر الله دايما أذكر الله سبحانه وتعالى وإذا ما كانتش عندك ذكر بتقدر تذكر الله بي صلي على حضرة النبي كتير الثالث حاجات دولة اللي عملتيهم إن شاء الله هتقدر تثبتي على ما أنت فيه لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال له الصحابي أجعل لك صلاة يقول له قال إذن كفيت همك وأقيت يلا توكري على الله وإن شاء الله رب نيفتح عليك يا أمو مليك معنا الأستاذة مونة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذة مونة إزاي حضرتك عامي دي؟ فضلي ونعمة الحمد لله نفسي تدقيلنا كده وتنحروين دايماً بتدقيل دايماً برفير كل ما أكلم حضرتك ربنا يفتح عليك ويجمع لك الخير من أطرافي ويؤسر لك حالك ويشرح بالك وإن شاء الله يا رب ويشرح خيص سادرك ويكتب ليك هرة البال على الدوام إن شاء الله يا رب الله أم امين الله يا رب تفضأ لي أنا بس كنتا عاوزة تكلم بس عندي طفل هنا النكتي عنده كم سنة؟ تكي يجباً عنده بازاخلة هو رايح ربع ابتدائي رابع ابتدائي هيا ده نتكلم على ١٠٣ سنة ١٣٠ سنة ١٣٣ سنة ١٣٠ سنة لا 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 ده لسة مكملس ربع ابتداي الكلمة على ربع تاني اعدادي. فبالتكلم على الوقتي على سبع سنين تسع سنين. اه ربع اه. 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 على طول الموبايل انا هو سنح حضرتك على فكرة يعني. فانا عايزك تتكلمه كده بالصفر والايميل وتحببه كده في الدين وفي الصلاة وفي وفي كراءة القرآن لان كنت ما اقوله اه هو بيسعد بيصلي مش اقول لك ما بيصليش. نبخل قرآن ممكن نيكرا قرآن شوية لاخلي ولك لا انا مش عايز. انا على طول مغين 14 ساعة. طيب اقولك حاجة. طيب ممكن اكلمك انت الاول وبعدين اكلمه. اتصدد طبعا. انت خفتي صح? لا 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 مش خفتي بالعكس. طيب. ممكن ترفع ايدك عنه. ممكن ترفع ايدك عنه. واقولك تعملي ايه? اتصدد. ايه بقى خلاص هنرفع ايدنا عنه مش هنضغط عليه في مسألة صلي 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 وروح المسجد واحفظ القرآن مش هنعمل كده. ارجو نيكرا. لا لا مش بقوله كده. امر بتقول له ازاي بقى? لا ده هو طفل. انا لما بقوله تعالى صلي معي بيسمع ساعات يسمع الكلام يجي صلي معي. ال 14 ساعة. ممكن ممكن. ماسك الموبايل انا بحدي حاول الهين الموبايل لزرنا شيء. طيب حاضر انا حاول الهين الموبايل ده لعنة. حاضر اقولك اقولك اقول لحضرتك وحاضرك بتقولي الموبايل لعنة قدامه كده. فهو ماسك اللعنة دلوقتي في ايديه. فاللعنة دلوقتي مولعة فيه صح? هي دي الصورة اللي عنده. اللي هو دلوقتي ماسك اللعنة واللعنة شبطة فيه. فاحنا لازم نعمل حاجة تانية. يا سيدي. يا حبيب قلبي. انا هقولك حاجة. ايه رأيك تبتدي معانا? في حد جميل ورائع. وحد كان بيحبك. وكان لما يسمع صرتك كان يفرح جدا جدا جدا. وحد لما انت كنت موجود في الحياة كان يوصينا بيك. ويقولك ان انت مستقبلك هيبقى رائع جدا جدا جدا. الحد ده ما زال حتى الان. لما نيجي نتكلم عنك يذكرنا ان احنا لازم نحترمك. ولازم نحبك. ولازم نقدرك. ولازم كمان ما نضغطش عليك. ليه طيب؟ لان احنا بتعامل مع انسان كامل. انسان راجل راجل بحقه حقيقي. انسان بيفهم هو كويس جدا جدا. هو مش انسان غبي ولا انسان تفع لانه صغير. لا. هو في الحقيقة انت احلى ما فينا. انت اجمل ما فينا. وليس معنا ان انت احلى ما فينا. واجمل ما فينا ان الحياة واقفة عند اللي انت عنده اللي انت فيه ده. لكن فيه حاجات حلوة ممكن تتعلمها. انت ممكن تبقى احسن. كل زملائك والناس اللي في سنك. ربنا سبحانه ده اجعلهم في حياتنا عشان يزودوها بركة ونور. بس عشان نقدر نحافظ على البركة والنور دي. لازم كمان نعمل حاجة حاجة كويسة. انت عارف مين دي كان بيتكلم عليك دوت وقال لنا كل الكلام ده. اللي احنا بنبتدي نحتفل بهجرته. اللي علمنا كل ده حضرة النبي. فنصحتي. ما يبقاش فيه حد بيحبك كل الحب ده. متعرفش عنه. انا نصحت ان انت تعمل حاجتين بس. تصلى على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم باي صيغة انت عندك. وتعمل حياة تانية. تحاول تعرف عنه زيادة. خلي اه الاخت الكريمة السيدة هنا. قلها كلميني عن حضرة النبي. وخليها دايما تكلمك عن حضرة النبي وعن جمال حضرة النبي. وزي حضرة النبي صلى الله سلم كان بيحبك. وزي حضرة النبي صلى الله سلم وصانا بيك. وزي حضرة النبي صلى الله سلم جعل حياتنا بتزداد نور وتزداد بركة بوجودك. لانه انا علمنا ان الطفولة ليست مرحلة سنية ولكن الطفولة قيمة. اين كان اسمك. فانت نور ربنا سبحانه وتعالى اكرام نبي. فارب يفتح عليك ويبارك لك. ويخليك دايما في مدده وفي بركته. تعالوا ندقل اولادنا كلهم. ان النهاردة والحياة اللي جاية تكون ميلاد جديد لينا. لينا كلنا. احنا مع اولادنا. مش بس اولادنا بس. احنا كمان محتاجين نتولد من جديد. محتاجين نبقى عندنا صفحة جديدة. محتاجين نفتح ميس سنة جديدة. نفتح انفاس وانوار وبركات جديدة. ونتعامل معها. ونشوف اسرار ربنا سبحانه وتعالى ونفحات ربنا اللي هتكون مع كل نفس من انفسنا. قال ان لله في ايام دهركم اللي نفحات. وهلت علينا نفحات حضرة النبي صلى الله سلم. هلت علينا بجماله. وهو صلى الله سلم بيخضر المدينة وبينور المدينة. يا رب اجعلنا دايما في نورك وفي بركتك. ومشين ولا حضرة النبي صلى الله سلم. عشان يوصلنا الى النعيم. في الدولة قبل الاخرة. يا رب اجعلنا دايما في مددك. وبركلنا في اولادنا. وافتح قلوبهم على حبك وحب حضرة النبي صلى الله سلم. واجعلهم يا ربنا. مدد من عندك. يوسع علينا حياتنا. ويوصلنا دايما ببركتك. وبنورك. ومناظرك الينا. بالمدد. والرحمة. واللطف. يا ارحم الراحمين. يا اكرم الاكرمين. اجعلنا في مددك. وفي حفظك. وفي لطفك. على الدوام. يا رب العالمين.